إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة فقال أحمد بن حنبل يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ولما لا يلعن من لعنه الله في كتابه من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال عنه الذهبي كذلك كان يزيد ناصبيا فضا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره أي أن المسألة عند سعد الدين التفتزاني هي مسألة كفر وإيمان وليست مسألة لعن من غيره ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي فمثلا عثمان الخميس يقول ولكن أن يكون ديدنه وشغله الشاغل هو لعن يزيد فهذا لا يصح فأجاب بقوله خلافته صحيحة وقال بعض العلماء بايعه ستون من أصحاب النبي ومنهم ابن عمر إنا لا نسبهم ولا نحبهم أي لا نحب ما صدر منهم من ظلم لم يصح عندنا أنه أمر بقتل الحسين وسئل ابن تيمي عن يزيد أيضا فقال افترق الناس في يزيد بن معاوي بن أبي سفيان ثلاث فرق وإنه سعى في قتل صبط رسول الله تشفي من رسول الله عليه السلام وانتقاما من النبي وأخذا بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة وخاله الوليد بن عتبة وقالوا تلك أحقاد بدرية وآثار جاهلية نكأة بدر بنكأة كربلاء خليفة الأمويين الثاني شخصية تثير الكثير من الجدل والاختلاف في صفحات التاريخ الإسلامي بين من يراه قائدا شجاعا خاض معاركا للحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية ومن يراه حاكما ملعونا مثيرا للجدل تحمل سيرته أبعادا معقدة من السياسة والحكم والدين تولى الخلافة في وقت حرج حيث كانت الأمواج تتلاطم في مياه السياسة بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان ومع ذلك ورغم التحديات الكثيرة استطاع يزيد أن يفرض نفوذه ويحافظ على استقرار الدولة ولكن لا يمكن الحديث عن يزيد دون التطرق إلى الأحداث الجسام التي شهدتها فترة حكمه من معركة كربلاء الدامية ومقتل الحسين بن علي إلى حصار مكة والمدينة وهي الوقائع التي تركت أثرا عميقا في التاريخ الإسلامي وذاكرة المسلمين هل كان يزيد ضحية للظروف والتحديات أم كان مسؤولا عن بعض أكثر الأحداث دموية في التاريخ الإسلامي وهل كان حكمه ضرورة سياسية لحماية الدولة أم بداية لانقسام الدولة والخلافة لعقود طويلة بين هذا وهذا المليء بالتعقيد والتناقضات يظل يزيد بن معاوية شخصية تستدعي الفحص والتأمل حيث تتداخل فيها جوانب القوة والضعف والسياسة والدين لتبقى سيرته موضعا للنقاش والجدل بين المؤرخين والباحثين والعلماء عبر التاريخ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قديس أم إبليس من العلماء من كفره وأدخله سقر ومنهم من جعله من أولياء الله الصالحين ومن أتباع الأنبياء من من العلماء كان يكره يزيد بن معاوية ولماذا كانوا يدافعون عنه وأيضا في المقابل من الذي كان يكره يزيد بن معاوية ولماذا لم يروا له فضيلة ولا حسنة وأباح سبه وقذفه بل وشككوا في إيمانه وإسلامه وقالوا إنه أراد الانتقام من رسول الله لما قتل علي بن أبي طالب من آبائه في غزوة بدر هل هو خليفة صالح قدس الله سره أم هو ملك ملعون غضب الله عليه والملائكة والناس أجمعين سأستعرض معكم في هذا الفيديو أبرز فصلين في حياة يزيد ثم بعد ذلك نستعرض معكم آراء العلماء آراء العلماء الذين يؤيدونه ويحبونه ويدافعون عنه ويمنعون الناس من شتمه وسبه وقذفه وسنستعرض كذلك آراء العلماء الذين يبغضونه ويبيحون سبه وشتمه فدعونا ننطلق على بركة الله أما ظلم أجدادك سادة قريش من آل عبد الشمس حين قتلوا أجدادنا في بدر لدمة بلدمة عالي ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من سهداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين بويع يزيد بالخلافة بعد وفاة أبيه معاوية في عام ستين هجرياً وكان من أول أعماله هو إقراره الولاة الذين عينهم أبوه معاوية فأقر عبيد الله بن زياداً على البصرة والنعمان بن بشيراً على الكوفة والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة ثم التفت إلى طلب بيعة النفر الذين تخلفوا عن مبايعته وكتب مباشرةً إلى عامله في مكة يقول له أما بعد فخذ حسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديدة ليست فيه رخصة حتى يبايعه فدع الوليد مروان بن الحكم وأطلعه على كتاب الخليفة فلما قرأ مروان الكتاب ترحم على معاوية ثم قال أرى أن تبعث الساعة إليهم فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة فإنهم إن علموا بموت معاوية وثب كل مريء منهم إلى جانب وأظهر الخلافة والمنابذة ودعا إلى نفسه أما ابن عمر فإني لا أراه يرى القتال ولا يحب أن يولى هذا الأمر إلا أن يدفع إليه دفعه أما الحسين بن علي وابن الزبير فإنه ما يطمعان فيها ثم بعث إلى الحسين وابن الزبير فاجتمعا وتشاورا في الأمر فقال الحسين لابن الزبير يا ابن الزبير قد ظننت أن طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشوا في الناس الخبر فقال ابن الزبير وأنا ما أظن غير هذا فماذا تريد أن نصنع فقال الحسين أجمع قيان الساعة ثم أمشي إليه فقال ابن الزبير فإني أخافها عليك فقال الحسين لا أتيه أولا وأنا على الامتناع قادر ثم قام الحسين فجمع إليه مواليه وأهل بيته ثم أتاه فسلم عليه بالإمارة ومروان جالس عنده فقال الحسين الصلة خير من القطيعة وعندما قال مروان للحسين أن معاوية قد مات قال الحسين إن لله وإن إليه راجعون أما ما سألتني من بيعة يزيد فإن مثلي لا يعطي بيعته سرا ولا أراك أن تكتفي بالبيعة مني سرا دون أن نظهر البيعة على رؤوس الناس والأشهاد علانية فقال مروان أجل فقال الحسين إذن إذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمرا واحدة ثم أذن والي مكة وهو الوليد أذن للحسين بالانصراف فوثب مروان بن الحكم وقال للوليد أنت والي مكة والله لئن فارقك الحسين الساعة والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع فلا قدرت عليه أبدا إلا أن تشتبك معه بحرب فوثب الحسين وقال يا ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو كذبت والله وأثمت ثم خرج الحسين من المجلس فقال مروان للوليد والله لن يمكنك من نفسه أبدا ودخل الحسين بيته ثم خرج ليلا إلى مكة هاربا أما ابن الزبير فإنه قال للرسول اذهب فسأتيكم أبايع ثم دخل ابن الزبير داره حتى إذا كان الليل خرج ابن الزبير وأخذ طريقا منقطعة هو وأخوه جعفر وقصد مكة فدخلها قبل الحسين بيوم كامل فلما دخل مكة قال أنا عائذ بالبيت وأما ابن عمر فإنه قال لهم إذا بايع الناس بايعت معهم فتركوا ابن عمر وكانوا لا يتخوفونه على ملكهم ولما اجتمع ابن الزبير والحسين في مكة أخذا يثيران الناس على يزيد حتى ضاق يزيد بهم ذرعا ولكن مكانتهما ووضعهما كانا يحولان دون الفتك بهما وأخذ الحسين يكاتب شيعته في الكوفة ويكاتبونه ومن ذلك ما كتبوا به إليه يقولون الحمد لله الذي قصم ظهر عدوك الجبار العتيد الذي اعتدى على هذه الأمة فانتزعها حقوقها واغتصبها أمورها وغلبها على فيئها وتأمر عليها على غير رضا منها ثم قتل خيارها واستبق شرارها فبعدا له كما بعد الثمود ثم بعد ذلك خرج الحسين إلى شيعته في العراق وفي الطريق حدثت موقعة كربلاء مسلم بن عقيل سيحدد الوقت المناسب لمجيء الحسين فما أرسله أبو عبد الله إلا وهو يثق بحسن رأيه أخذ الشمع إلينا من الناس ما يكفي وأرجو أن الذين لم ينضموا إلينا وما زالوا مترددين أن يقضي مجيء الحسين على تردده نأمل ذلك يا ابن عقيل إن شاء الله رأى أهل الشيعة في الكوفة أن الفرصة قد حانت لأن يتولى الخلافة الحسين بن علي بعدما علموا بخروجه إلى مكة فاجتمعوا في بيت زعيمهم سليمان بن صرد واتفقوا على أن يكتبوا للحسين يحثونه على القدوم إليهم ليسلموا له الأمر ويبايعوه بالخلافة وتتابعت رسائل أشراف الكوفة إلى الحسين كلها تراغبه وتحفزه في الحضور حتى بلغت الرسائل خمسين رسالة وأمام هذه الرسائل المتلاحقة وأمام وعود أهل الكوفة الخلابة بالنصرة والتأييد استجاب الحسين لدعوتهم وعزم قبل أن يرحل إليهم أن يستطلع الأمر ويتحقق من صدق وعودهم فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب لهذا الغرض وما إن وصل إلى الكوفة حتى استقبله أهلها بحماس بالغ وحفاوة شديدة ونزل مسلم في دار المختار الثقافي واتخذها مقراً لاستقبال الشيعة حتى إذا اجتمع عدد كبير منهم قرأ عليهم مسلم كتاب الحسين الذي جاء فيه أنه مجيبهم إلى ما يريدون إذا لزموا العهد وصبروا على الجهاد فأخذوا يبكون وقام كبار الشيعة بإعلان تأييدهم للحسين ولم يكن أمام مسلم ابن عم الحسين وهو يرى هذه الحشود الضخمة التي أعلنت بيعتها للحسين لم يكن أمامه إلا أن يكتب للحسين يطمئنه ويطلب منه القدوم ويقول له با يعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألف رجل فاقدم علينا إلى الكوفة فإن جميع الناس معك ولا رأي لهم في آل أبي سفيان أي أن الناس جميعهم معك وكلهم ضد يزيد بن معاوية ولما علم يزيد بن معاوية بما يحدث في الكوفة عزل واليها النعمان بن بشير لتساهله مع مسلم وتغاضيه عما يفعله ولما كانه عبيد الله بن زياد فحضر عبيد الله على الفور واتبع مع أهل الكوفة سياسة الشدة والترهيب واشترى ولاء بعضهم ببذل أموال فانفضت الآلاف من حول مسلم وتركوه يلقى مصرعه وحده فقد ألقى ابن زياد القبض عليه وألقى به من أعلى قصر الإمارة فمات ثم صلبه بعد أن قتله بهذه الطريقة الوحشية فكان أول قتيلاً صلبت جثته من بني هاشم أنا ابن زياد أيها الأوباش أقشم لا أهدمناها فوق رؤوسكم يا أصحاب الفتن يا من لا تعيشون إلا بالشقاق والنفاق خرج الحسين من مكة المكرمة إلى الكوفة في عام ستين للهجرة وعندما بلغ القادسية علم بمقتل مسلم وتخاذل الكوفيين عن حمايته ونصرته فقرر العودة إلى مكة لكن إخوة مسلم أصروا على المضي قدماً للأخذ بثأره فلم يجد الحسين بداً من مطاوعتهم وواصل السير حتى بلغ كربلاء على مقروبة من الكوفة ووجد جيشاً كبيراً في انتظاره يقود عمر بن سعد بن أبي وقاص في حين كان مع الحسين نحو تسعين نفساً فقط بعدما تفرق عنه الناس ولم يبق معه إلا أهل بيته وقليل من من تبعوه في الطريق وعسكرت القوتان غير المتكافئتين في هذا المكان حاول الحسين أن يخرج من هذا المأزق بعد أن رأى تخاذل أهل الكوفة وتخليهم عنه كما تخلوا من قبل عن مناصرة مسلم وبلغ تخاذلهم أنهم أنكروا الكتب التي بعثوا بها إلى الحسين حين ذكرهم بها فعرض على عمر بن سعد بن أبي وقاص ثلاثة حلول فكانت هذه الاقتراحات خطوة طيبة نحو الحل السلمي وخطوة طيبة نحو ترك الثورة وحقر الدماء فبعث بها عمر بن سعد إلى واليه عبيد الله بن زياد فرفض عبيد الله هذه الحلول وأبى إلا أن يسلم الحسين نفسه باعتباره أسيرا ويرسله بعد ذلك بهذه الصفة وهذه الطريقة إلى يزيد في دمشق إمعانا في ذل الحسين حفيد الرسول وسخر عبيد الله من عمر حين أبدى عطفا تجاه الحسين فكتب إليه يقول إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه السلامة والبقاء وانظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إليه وإن أبوا ذلك فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون رفض الحسين بن علي هذا الطلب يريدون أن يذل الحسين فرفض ذلك وجمع أصحابه مرة بعد مرة وقال لهم لقد بررتم وعاونتم والقوم لا يريدون غيري ولو قتلون لم يبتغوا غير أحدا أي إنهم يريدوا رأسي فقط فإذا جنكم الليل فتفرقوا في سواده وانجوا بأنفسكم أي إذا أقبل الليل فاهربوا وفروا وتركوني وحدي فإن القوم لا هم لهم سوى رأسي فما كان منهم وهم لم يكونوا جميعا من ذوي عمومته وأقاربه إلا أن قالوا له معاذ الله معاذ الله بل نحيا بحياتك ونموت معك قبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش ابن زيادا إلى منع الماء عن الحسين وصحبه فلبثوا أياما يعانون العطش يستهدفون من ذلك إكراها الحسين على التسليم ثم بدأ القتال بين قوتين غير متكافئتين في العاشر من محرم فكان مع الحسين 32 فارسا وأربعون راجلا في حين يبلغ جيش أعدائه أكثر من أربعة آلاف مقاتل يكثر فيهم الفرسان وراكب الإبل ويحملون صنوفا مختلفة من السلاح ومع هذا التفاوت والاختلاف الرهيب فقد أظهر الحسين ومن معه ضروبا عجيبة من الشجاعة والإقدام وتساقطوا واحدا بعد الآخر وهم ملتفون حول الحسين فقاتلوا بين يديه أشد القتال وتعدى القتل الرجال المقاتلين فقط تعداهم إلى الأطفال والصبيان من عترته وآل بيته ولم يبق إلا هو يقاتل تلك الجموع المطبقة عليهم حتى أثخنوا فيه الجراح وقف الجيش الأموي في جهة وجيش الحسين بن علي في جهة أخرى كان جيش الأمويين يقوده عمر بن سعد وعبأ رجاله وفرسانه ووضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن ووضع على الخيل عروة بن قيس كانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا وأربعين راجل من المشات وأعطى الحسين رايته لأخيه العباس بن علي الفارس المغوار الشجاع الذي لا يشق له غبار وقبل أن تبدأ المعركة لجأ جيش ابن زياد إلى منع الماء عن الحسين وصحبه فلبث أياما يعانون العطش وبدأ رمات الجيش الأموي يمطرون الحسين وأصحابه بوابل من السهام وأصيب الكثير من أصحاب الحسين ثم اشتد القتال ودارت راح الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان واستمر القتال ساعة من النهار ولما انجلت الغبرة كان هناك خمسين صريعا من أصحاب الحسين واستمرت راح الحرب تدور في ميدان كربلاء وأصحاب الحسين يتساقطون الواحدة والآخر واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين وأحاطوا بهم من جهات متعددة وحريقة الخيام فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد ويتساقطون كذلك الواحدة والآخر ومنهم ولده علي الأكبر وإخوته عبد الله وعثمان وجعفر ومحمد ومن أبناء أخيه الحسن كذلك أبو بكر والقاسم والحسن والمثنة وكذلك قتل ابن أخته زينب وقتل من آل عقيل ما لا يحصى بدأت اللحظات الأخيرة من المعركة عندما ركب الحسين جواده يتقدمه أخوه العباس بن علي بن أبي طالب ركب الحسين جواده حاملاً اللواء وذهب العباس إلى بحر العلقمي وهو جزء من نهر الفرات ذهب إليه ليأخذ الماء إلى الحسين وأصحابه ولكن العباس لم يستطع أن يشرب شربة ماء واحدة إيثاراً لأخيه الحسين وسرعان ما وقع صريعاً ولم يبق في الميدان سوى الحسين الذي أصيب بسهم فاستقر السهم في نحره وراحت ضربات الرماح والسيوف تمطر جسده وقام شمر بن ذي الجوشان بفصل رأس الحسين عن جسده بضربة سيف كما أنهم جعلوا خيلاً تسمى بخيل الأعواجي جعلوها تمشي وتسير فوق جسد الحسين بن علي وكان ذلك في يوم الجمعة من عاشراء ولم ينج من القتل إلا علي بن الحسين فحفظ نسل أبيه من بعده وهكذا قتل الحسين وجميع أصحابه وبعض أهل بيته وسيق النساء والأطفال إلى يزيد بن معاوية في الشام وأرسل رأس الحسين مع هؤلاء النسوة إلى الشام إلى بلاط يزيد بن معاوية وأهينت النساء هناك وأخذ يزيد بن معاوية يضرب بقضيبه على أسنان الحسين فقال أحد زبانيته إن المكان الذي تضرب فيه الحسين والله لطالما رأيت النبي يقبل ذاك الموضع وكانت نتيجة المعركة استشهاد الحسين على هذا النحو مأساة مروعة أدمت قلوب المسلمين وهزت مشاعرهم في كل مكان وحركت عواطفهم نحو آل البيت وكانت سببا في قيام ثورات عديدة ضد الأمويين فها هو حفيد الرسول قد قتل ووطئت جثته خيول الأمويين وبسبب هذه المعركة وبسبب مقتل الحسين ظلت ثورات آل البيت على الأمويين مستمرة عشرات السنين حتى انتهى الأمر بسقوطهم وقيام الدولة العباسية على أنقاضها يقول ابن تيمية قتل الحسين رضي الله عنه مصيبة من أعظم المصائب ينبغي لكل مسلم إذا ذكرها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو كره أحد من المسلمين الحسين أو أهل بيت رسول الله لا تبرأ المسلمون منه مباشرة لكننا نحبهم الحب الشرعي السنية الصحيحة الموافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الحب الصفوية والسبائية الغريبة على الأمة وعلى الملة الإسلامية وعلى السماء وعلى الأرض وما حدث بعد المعركة أن رأس الحسين قد قطعت وأرسلت مع نساء أهل بيت الحسين إلى الشام إلى بلاط يزيد بن معاوية وتشير بعض المصادر أنه أهان نساء آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهن أخذن إلى الشام مسبيات وأهن هناك في بلاط يزيد أما ابن تيمية فيقول إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في دار يزيد ولم يسب لهم حريما بل أكرم بيته وأجارهم وكلام ابن تيمية لا يوافق عليه ابن كثير ولا ابن الآثير ولا ابن خلدون ولا الإمام الذهبي فجميعهم يقولون إن يزيد لم يكن ملتزما من ببادئ الإسلام في طريقة حياته وحكمه وكان هو المسؤول الأول عن مقتل الحسين وهناك اختلاف في تحديد موضع دفن رأس الحسين عند عامة الناس ويرجع ذلك إلى اختلاف المشاهد التي يدعى وجود رأس الحسين في كل منها حيث توجد مشاهد يقال أن بها رأس الحسين في دمشق وكربلاء والقاهرة وادعى بعض المؤرخين وجوده في أماكن أخرى مثل الرقة وعسقلان والمدينة المنورة ورجح آخرون أن مكان الرأس مجهول فلا أحد يعرف مكانه وقيل أن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى توفي فأخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق واقعة الحرة مأساة مدينة رسول الله أنا يزيد لست معاوية بن أبي سفيان ليس ذنبي أنني لم أملك طباعة لقد كان جدك حليما أعرف ذلك إلا أنني استبدلت حلمه بالحزن وهما صموان لمن كان يعرف كيف يجعلهما صموين كان سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة المنورة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم وأطلق لأميرهم وهو عبد الله بن حنظل بن أبي عامر قريبا من مائة ألف دينار فلما رجعوا ذكروا لأهلهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي كان من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعوا على خلعه وخلعوه عند المنبر النبوي وكان من الأسباب أيضا أن حادثة كربلاء كانت الشرارة التي أشعلت الحرب فعندما وصل خبر مقتل الحسين بن علي إلى الحجاز أعلن عبد الله بن الزبير خلع يزيد بن معاوية وبدأ يأخذ البيعة لنفسه من الناس في مكة وحصر بن أمية في دار مروان بن الحكم في المدينة المنورة فلما علم يزيد بن معاوية بذلك أرسل إليهم جيشا عليه مسلم بن عقب المري كان أول وقعة الحرم كان من خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية وفيها أن أهل المدينة أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد على المدينة أخرجوه وبايعوا عبد الله بن حنظل أميرا عليهم ثم حاصروا بن أمية في المدينة واجتمع بن أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف رجل حتى نزلوا في دار مروان بن الحكم فكتبوا رسالة إلى يزيد يستغيثون به فقدم الرسول إلى يزيد وهو جالس على كرسي له فقال يزيد أما يكون بن أمية ألف رجل فقال الرسول نعم وأكثر فقال يزيد فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار ثم بعث يزيد إلى عمر بن سعيد فأقرأه الكتاب وأمره أن يسير إليهم في الناس فقال عمر قد كنت ضبط لك الأمور والبلاد فأما الآن إذا صار الدماء قريش تراق بالصعيد فلا أحب أن أتولى هذا العمل ثم بعث يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير في مكة فقال ابن زياد والله لا جمعتهما لفاسق قبلي قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة أتجمع لي شرار الأعمال حتى أفعلها فبعث يزيد إلى مسلم بن عقب المري وهو الذي سمي لاحقا مسرفا من كثرة ما أسرف وقتل وأراق الدماء أرسل إليه وهو شيخ كبير مريض فأخبره الخبر فقال مسلم أما يكون بن أمية ألف رجل قال الرسول بلى فقال مسلم فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم ويتبين لك من يقاتل على طاعتك ومن يستسلم فقال يزيد ويحك يا مسلم إنه لا خير في العيش بعدهم فاخرج بالناس والجيش إليهم وقيل إن معاوية بن أبي سفيان قال ليزيد قبل وفاته إن لك من أهل المدينة يوما فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته فلما خلع أهل المدينة يزيد أمر يزيد مسلم بن عقبة بالمسير إليهم فنادى مسلم في الناس بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مئة دينار فانتدب لذلك إثنى عشر ألف مقاتل وسار الجيش عليهم مسلم بن عقبة فقال له يزيد إن حدث لك حدث فاستخلف الحسين بن نمير وادعوا القوم ثلاث أيام فإن أجابوك أجابوك وإن لم يجيبوك فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم وانتصرت فأبح المدينة وانهبها ثلاثة أيام فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا مضت الثلاثة أيام فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصبه خيرا فإنه لم يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه ولما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلى المدينة قال ليت السماء وقعت على الأرض إعظاما لذلك وكما يقال إني لألمح خلف الغيم طوفانا فعبد الملك كان يدرك ما سيحل بأهل المدينة من نقمة وعذاب ثم سار مسلم حتى أقبل بالجيش ولما وصل الخبر إلى أهل المدينة اشتد حصارهم لبني أمية بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستزلكم ونضرب أعناقكم أو تعطون عهد الله وميثاقه ألا تبغون غائلة ولا تدل علينا على عورة ولا تظاهر علينا عدوا أبدا فعندئذ نكف عنكم ونخرجكم عنه فعاهدهم بن أمية على ذلك فأخرجهم أهل المدينة من الحصار فلما خرج بن أمية من حصارهم من المدينة ساروا بأثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى فقال مسلم لعمر بن عثمان بن عفان خبرني ما وراءك وأشر علي على عورات العدو فقال لا أستطيع قد أخذ علينا العهود والمواثيق ألا ندل على عورة ولا نظاهر عدونا فانتهره مسلم وقال والله لو لأنك ابن عثمان بن عفان لا ضربت عنقك الساعة وأيم الله لا أقيلها قريشا بعدك ثم أمسك مسلم بعبد الملك بن مروان وقال له هاتي ما عندك يا عبد الملك أي أشر علي كيف أسير بهذا الجيش فقال عبد الملك أرى أن تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فيها فاستظل الناس في ظلها وأكلوا من هناك فإذا أصبحت من غداة اليوم التالي مضيت وتركت المدينة ذات اليسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة أتيتهم مشرقا ثم تستقبل القوم فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم أي كانت الشمس لكم لا عليكم وستعيقهم الشمس عن قتالكم والدفاع عن المدينة وفعلا فعل مسلم ما أشار به عبد الملك وأتاهم من المشرق ثم دعاهم مسلم وقال إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثا ثمن رعاوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا المحل الذي بمكة وإن أبيتم كنا قد أعذرنا إليكم ولما مضت ثلاث أيام قال يا أهل المدينة ما تصنعون أتسالمون أم تحاربون فقالوا بل نحارب قال مسلم لا تفعلوا بل دخلوا في السمع والطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هذا الملحد الذي قد اختبأ في مكة فإنه قد جمع إليه الفساق والمراق من كل باب يعني بذلك ابن الزبير رضي الله عنه فقال أهل المدينة لمسلم يا عدو الله لو أردتم أن تسيروا إلى مكة لما تركناكم ولو أردتم أن تقاتلوا ابن الزبير لما تركناكم أتريدون أن تستبيحوا بيت الله الحرام فتخيف أهله وتلحدوا فيه وتستحل حرمته لا والله لا نفعل وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقا وعليه جمع منهم وكان عليه عبد الرحمن بن زهير وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأقبل مسلم من ناحية الحرة وقال يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم يزيد وادعوا له وأخذ الجيش الأموي يتقدم نحو المدينة المنورة ولا يتقدمون في فجا إلا كسروا وغلبوا وقتلوا أهل المدينة ثم وجه الجيش الأموي الخيل نحو ابن الغسيل رضي الله عنه فحمل عليهم ابن الغسيل بكتيبة قليلة نحو جيش مسلم واستطاع أن يقتل من الجيش الأموي مقتلة عظيمة وكان قاب قوسين أو أدنى أن يصل إلى رأس مسلم فنهض مسلم وقال أيها الرجال قاتلوا قتالا شديدا قاتلوا عن دولتكم قاتلوا عن خليفتكم ثم إن الفضل بن عباس بن ربيع جاء إلى ابن الغسيل وقاتل معه في نحو من عشرين فارسا قتالا حسنة ثم قال لابن الغسيل أرسل معي الفرسان فإذا حملت على مسلم فليحملوا معي فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلما فأقتله أو أقتل دونه وفعلا حمل الفضل بالفرسان على أهل الشام فانكشفوا له فقال لأصحابه احملوا حملة أخرى على هذا الزنديق جعلت في ذاكم فوالله لئن عاينت أميرهم مسلم لأقتلنه أو أقتل دونه إنه ليس بعد الصبر إلا النصر ثم حمل وحمل أصحابه معه تجاه مسلم فتفرقت خيل الشام عن مسلم بن عقبة ومعه نحو خمسمائة رجل ومضى الفضل نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبها فقط المغفر وفلق هامته وخر صاحب الراية ميتة وقال خذها مني وأنا ابن عبد المطلب وكان يظنه أنه مسلم فقال قتلت طاغية القوم ورب الكعبة قالوا له أخطأت ليس هذا بمسلم إنما كان ذلك غلاما روميا وكان شجاعا فأخذ مسلم بن عقبة رايته وحرض أهل الشام أكثر وأكثر على القتال وقال شد على أهل المدينة شدة رجل واحد ومشى برايته وشدت تلك الرجال أمام الراية فصرع الفضل بن عباس رحمه الله قتل الفضل وما كان بينه وبين مسلم أقل من عشرة أذرع وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل وهو يحرد أصحابه على القتال ويذم أهل المدينة كان ابن الغسيل يقاتل قتالا شديدا لم يرى مثله ويحرد أصحابه ويقول إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن يقاتلكم به وإني قد ظننت أن لا يلبث إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم إما لكم وإما عليكم أما إنكم أهل النصرة ودار الهجرة وما أظن أن ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء الذين يقاتلونكم وإن لكل امرئ منكم ميتة هو ميت بها لا محالة ووالله ما من ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقد ساقه الله إليكم فاغتنموها ثم دنى بعضهم من بعض فأخذ أهل الشام يرمونهم بالنبل فقال ابن الغسيل لأصحابه على ما تستهدفون لهم من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الرأية فنهض بعضهم إلى بعض واقتتلوا أشد قتال رؤية في ذلك اليوم وأخذ ابن الغسيل يقدم بنيه واحدا تلو الآخر حتى قتلوا بين يديه رحمهم الله تعالى ثم قتل وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وقتل معه عبد الله بن زيد الأنصاري فمر به مروان بن الحكم فقال رحمك الله رب سارية قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جانبها وانهزم الناس وكان في من انهزم محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا وأباح مسلم المدينة النبوية ثلاثة أيام يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال فأفزع ذلك من بها من الصحابة فخرج أبو سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبل فارا من هذا الجيش البربري فتبعه رجل من أهل الشام فاقتحم عليه الغار فانتضى أبو سعيد سيفه وسحبه يخوف به الشامي فلم ينصرف عنه الشامي فأعاد أبو سعيد وأغمد سيفه وقال لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فقال الجندي الأموي من أنت؟ قال أنا أبو سعيد الخدري قال أنت صاحب رسول الله قال نعم فتركه الشامي ومضى وكان أبو سعيد يحدث ويقول دخل علي أهل الشام زمن الحرة فأخذوا كل ما كان في البيت من متاع أو ذهب أو غير ذلك ثم دخلت علي طائفة أموية أخرى فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا وحزنوا أن يخرجوا من البيت بغير شيئا ينهبوه فأضجعوني إلى الأرض وجعل كل واحد منهم يأخذ من لحية خصلة وقيل إن مسلما لما نزل بأهل المدينة خرج إليه أهلها بجموع كثير وهيئة حسنة فهابهم أهل الشام وكرهوا أن يقاتلوهم فلما رآهم مسلم سبهم وذمهم وحرضهم على قتال أهل المدينة ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد بن معاوية على أنهم خاول له كالعبيد والدواب يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم كيفما يشاء من أراد الخليفة أن يقتله قتله ومن أراد أن يعصم دمه عصمه أمرهم أن يبايع يزيد على أنهم خاول له فمن امتنع عن ذلك ضربت عنقه الساعة وجئ بقرشيين فقالا لمسلم نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فقال مسلم نعم اضربوا أعناقهم وأتي بيزيد بن واهب فقال له مسلم بايع فقال أبايعك على الكتاب والسنة قال مسلم اقتلوه فقال يزيد نعم أيها الأمير أبايعك على ما تريد أبايعك على ما تريد ولكن احقن دمي فقال مسلم لا والله فأراد مروان بن الحكم أن يتوسط عند مسلم لأن يزيدا هذا كان بينه وبين مروان علاقة صداقة قديمة ورحم موصوله فجاء مروان ليتوسط عند مسلم فكسر مسلم عنق مروان ثم أمر بقتل يزيد سفاح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لا يرقبون في مؤمنا إلا ولا ذمة ولما أتي بعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إلى مسلم قال من هذا؟ قال هذا علي بن الحسين قال مرحبا وأهلا ثم أجلسه معه على السرير ثم قال إن خليفة المسلمين أوصان بك خيرا وبعد أخذ المدينة النبوية انطلق مسلم بجيشه إلى مكة وكان الكثير من سكان المدينة قد فروا إلى مكة بما في ذلك قائد قريش في معركة الحرة عبد الله بن مطيع الذي لعب دورا رائدا في الدفاع عن مكة وصمد ابن الزبير في مقاتلة الجيش الأموي وفرض مسلم الحصار على مكة المكرمة واستخدموا المقاليع لقصفها بالحجارة كما أنشى ابن الزبير مركز قيادته على أرض المسجد الحرام بعد ذلك اشتعلت النار في الكعبة المشرفة جراء قصفها بالمجانيق وحاول الجيش الأموي بكل ما أوتي من قوة الدخول إلى مكة ولكن جيش ابن الزبير كان له بالمرصاد توفي يزيد بن معاوية في قرية حواريين قرب حمص في سوريا توفي في عام 64 للهجرة الموافق 683 ميلاديا والآن سأستعرض معكم آراء المؤرخين والعلماء الذين يؤيدونه أو على الأقل لا يتهمونه وسأستعرض على الجانب الآخر آراء العلماء الذين يبغضونه ولا يحبونه فيختلف أهل السنة والجماعة مع الشيعة في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فيرى جزء من علماء أهل السنة أنه لا يصح سبه أما الشيعة فيرون يزيد كان مروجا للفسق والفجور معروفا بملاعبة القرادة والكلاب وشرب الخمر وكان يعيش حياة مليئة بالفسق والمحرمات وكان قصره حافلا بالخمور ومجالس اللهو والعربدة ولكن فلندع رأي الشيعة جانبا ولنستعرض رأي علماء أهل السنة نقل السيوطي والذهبي أن عبدالله بن حنظل قال في وصف يزيد بن معاوية إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة وألف ابن الجوزي وهو من كبار علماء الحنابلة ألف كتابا خاصا في وجوب لعن يزيد والبراءة منه أسمى الكتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذنب يزيد وقد صح عن صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي أحمد بن حنبل إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد أي يزعمون أننا إلى جانب صف يزيد فقال أحمد بن حنبل يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ولما لا يلعن من لعنه الله في كتابه فقلت يا أبي في أي آية فقال أحمد بن حنبل في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل يكون فساد أعظم من القتل وقال ابن الجوزي صنف القاضي أبو يعلى كتابا ذكر فيه بيان من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد ثم ذكر الحديث النبوي عن الصادق المعصوم من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال الشوكاني في نيل الأوطار لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن الحسين باغ على الخمير السكير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود وقال عنه الذهبي كذلك كان يزيد ناصبيا فضا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك الله في عمره وخرج وثار عليه أكثر من واحد بعد الحسين ويقول سعد الدين التفتزاني شيخ الحنفية عن يزيد بن معاوية الحق إن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله مما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحدا ونحن لا نتوقف في شأنه بل نحن نتوقف في كفره وإيمانه لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره أي أن المسألة عند سعد الدين التفتزاني هي مسألة كفر وإيمان وليست مسألة لعن من غيره وقال الألوسي في التفسير الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي محمد وأن مجموعة ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيه عليه السلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر ولا أظن أمره كان خافيا على أجلة المسلمين ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لا يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولو سلمنا وقلنا أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين والظاهر أنه لم يتب واحتمال توبته أضعف من إيمانه ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة أخرى فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين يزيد على لعن عريض جنابه فأغدو به طول المدى ألعن اللعنة ومن كان يخشى القال والقيل من تصريح بلعن ذلك الضليل فليقل لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين ومن آذ عترة النبي بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي فإن ابن العربي لا يجوز ولا يرضى بأن يقال لعن الله من رضي بقتل الحسين كما نقل عنه وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد وهناك آراء أخرى ولكن أكتفي بهذا أما الآن سأنتقل معكم إلى رأي الفرقة الأخرى فمثلا عثمان الخميس يقول إذا أراد أحد أن يلعن أبا جهل أو أبا لهب أو هتلر أو الخميني أو يزيد بن معاوية فلا بأس بذلك ولكن أن يكون ديدنه وشغله الشاغل هو لعن يزيد فهذا لا يصح وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في السعودية بقولها أما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا للنبي ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه قال ابن حجر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي روى عن أبيه معاوية وروا عنه ابنه خالد عبد الملك بن مروان وهو مقدوح في عدالته وليس بأهل أن يروى عنه وقال أحمد بن حنبل لا ينبغي أن يروى عنه وقال ابن الحداد الشافعي في عقيدته نترحم على معاوية ونكل سريرة يزيد إلى الله أما الذهبي فيظهر رأيه أكثر وضوحا فيقول يزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين بل إن من الخلفاء من هو أشر منه وإنما عظم الخطب على يزيد لكونه ولي بعد وفاة النبي بـ 49 عاما فقط والعهد من النبي ودولة الخلفاء الراشدين كان ما يزال قريبا والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى منه بالخلافة ومن أبيه وجده وسئل الحافظ عبد الغني المقدسي عن يزيد بن معاوية فأجاب بقوله خلافته صحيحة وقال بعض العلماء بايعه ستون من أصحاب النبي ومنهم ابن عمر وأما محبته فمن أحبه فلا ينكر عليه ومن لم يحبه فلا يلزمه أحد بذلك لأنه ليس من الصحابة الذين صاحبوا رسول الله عليه السلام وإنما يمنع من التعرض للوقوع فيه خوفا من التسلق على أبيه معاوية وسدا لباب الفتنة وكان المقتصدون من آئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله إنا لا نسبهم ولا نحبهم أي لا نحب ما صدر منهم من ظلم أما عن عدم جواز لعنه فقال ابن حجر الهيثمي لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا أن يعلم موته على الكفر كأبي جهل وأبي لهب لأن اللعنة هو الطرد من رحمة الله وذلك إنما يليق بمن علم موته على الكفر يقينا وقال ابن الصلاح لم يصح عندنا أنه أمر بقتل الحسين والمحفوظ أن الآمر بقتل الحسين هو عبيد الله بن زياد وال الكوفة آنذاك وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين فإن صح أنه قتل الحسين أو أمر بقتله فقد ورد في الحديث المحفوظ أن لعن المسلم كقتله وإن من يكفر بالقتل فقط هم قتلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة تحبه وتتولاه وفرقة أخرى تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وأشباههم وهذه الفرقة هي الصائبة ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضيين ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة وسئل حجة لإسلام أبو حامد الغزالي عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقه أم لا وهل كان راضيا بقتل الحسين بن علي أم لا وهل يسوغ الترحم عليه أم لا فأجاب أبو حامد بقوله لا يجوز لعن المسلم أصلا ومن لعن مسلما فهو الملعون وقد قال رسول الله المسلم ليس بلعان وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم وقد ورد النهي عن ذلك وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي عليه السلام وقد صح إسلام يزيد بن معاوية وما صح عندنا قتله الحسين ولا أمر به ولا رضي به ولا كان حاضرا حين قتل ولا يصح ذلك منه ولا يجوز أن يظن ذلك به فإن إساءة الظن بالمسلم حرام وقال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به فينبغي أن يعلم أن به غاية الحمق لأن من كان من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتل الحسين ومن الذي رضي به ومن الذي كريهه لم يقدر على ذلك وإن كان الذي قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضاه فكيف نعلم ذلك في من قضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث وإذا لم يعلم المسلم أمرا يقينا فيجب عليه إحسان الظن بالآخرين وسئل ابن تيمي عن يزيد أيضا فقال افترق الناس في يزيد بن معاوي بن أبي سفيان ثلاث فرق طرفان ووسط فأحد الطرفين قالوا إنه كان كافرا منافقة وإنه سعى في قتل صبط رسول الله تشفيا من رسول الله عليه السلام وانتقاما من النبي وأخذا بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة وخاله الوليد بن عتبة وغيرهم ممن قتلهم أصحاب النبي عليه السلام بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم بدرا وغيرها وقالوا تلك أحقاد بدرية وآثار جاهلية وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان فتكفر يزيد أسهل بكثير والطرف الثاني يظنون أنه كان رجلا صالحا وإماما عادلا وإنه كان من الصحابة الذين وردوا على عهد النبي عليه السلام وحمله بيده وبرك عليه وربما فضله بعضهم على أبي بكر وعمر وربما جعله بعضهم نبيا وهذا قول المغاليين من الأكراد ونحوهم من الضلال والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صحابيا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة ثم افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين بعد أن أسس معاوية بن أبي سفيان الدولة الأموية لم يهنأ الأمويون بملكهم بعد استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه فقد توالت الثورات ضدهم في عهد يزيد ومن بعد يزيد كذلك فكانت ثورة المدينة المنورة ووقعتها الشهيرة بوقعة الحرة والتي حدثت في عام 63 بعد عودة وفد أهل المدينة من عند يزيد حيث هالهم ما رأوا من فساد الحاكم ورعيته مما دفع عبدالله بن حنظلة إلى أن يقول جئتكم من عندي رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء الثمانية لجاهدته بهم وبعد ذلك هلك يزيد في عام 64 ودخل الأمويون نفقا بعد أن انحسر سلطانهم تحت تأثير الانشقاق الذي حدث بينهم طمعا بالخلافة إلى أن انعقد مؤتمر الجابية في الشام في نفس العام فتبوأ صدارتهم مروان بن الحكم وبنوه مؤجلا بذلك سقوط الدولة الأموية حتى حين ثم كانت ثورة التوابين في عام 65 وبعد وفاة يزيد والتي دفعت الأمور نحو المواجهة المفتوحة المسلحة مع النظام الحاكم أما ابن الزبير فكان مستفيدا من الأقدار حيث أفلت من الحصار في عهد يزيد أفلت من الحصار في المدينة بعد أن حاصره مسلم بن عقبة أيام طوالا ولم ينجه من السقوط إلا موت يزيد فاستجابت له الجماهير شرط أن يخلصها من الظلم والجور الواقع عليها بعد أن يعيد العدالة الاجتماعية التي عاشها الناس في أيام الخلفاء الراشدين أن يعيد هذه العدالة إلى مجراها وأن يخلصهم من الذين اشتركوا بدم الحسين عليه السلام ثم كان تعيين الوالي القراشي عبد الله بن مطيعن العدوي من قبل ابن الزبير الذي استلهمت تجربة الراشدية في خطابه ويروى أن الوالي الجديد بعد توليه خطب الناس قائلا لهم إن أمير المؤمنين ابن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم وأمرني بجباية فيئكم فاتقوا الله واستقيموا ولا أتبعن فيكم سيرة عمر وعثمان فردوا عليه أما سيرة عثمان فكانت هوى وأثره فلا حاجة لنا فيها وأما سيرة عمر فأقل السيرتين ضررا علينا ولكن عليك بسيرة علي بن أبي طالب وهكذا كان ذلك التعيين لهذا الوالي الجديد كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وفتحت المجال واسعا ليلتف الشيعة نحو أنفسهم ويقوم بحركة باسم علي بن أبي طالب وباسم ثارات الحسين عليه السلام وعندها وجد المختار بن أبي عبيد الثقافي وجد الفرصة سانحة لهذا العمل فطلب من صهره عبد الله بن عمر التوسط له عند ابن الزبير ليخرجه من سجنه فنجح المختار في الخروج من السجن ثم اتصل بالإمام علي بن الحسين الذي اختلفت المصادر التاريخية في تحديد موقفه من ثورة المختار حيث قيل أنه رفض تأييده ومباركته ثم اتصل المختار الثقافي بمحمد بن الحنفية في المدينة المنورة ليأخذ المباركة والتأييد منه وفعلا أعطاه ابن الحنفية ما أراد مما ساعد المختار الثقافي ساعده على الحركة بين الشيعة في الكوفة واستمالتهم خصوصا بعدما أبرز المختار الثقافي رسالة من ابن الحنفية ورد فيها أما بعد فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني ونجيبي الذي أرتضيه لنفسي وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي فانضم إبراهيم بن مالك إلى المختار الثقافي وبايعه بعد أن تأكد من صدق الخبر والنية وكان إبراهيم هذا هو الرجل الأقوى في الكوفة الذي كان مهاب الجانب كأبيه وبذلك نجح المختار الثقافي في توحيد الصف وتوجيهه نحو الهدف وشعارهم كان يا لثارات الحسين وبعد أن استطاع المختار الثقافي توحيد قوى الرفض في الكوفة تم الإعداد للإنقلاب على السلطة الزبيرية حيث اتفق المجتمعون على التحرك ليلة النصف من شهر ربيع الأول من سنة 66 وقد شعر الزبيريون أن الشيعة في العراق يحضرون لشيء خطير خصوصا بعد تكرار زيارات ابن الأشتر لبيت المختار الثقافي وكان على الثوار القضاء على الوالي الجديد عبد الله بن مطيع الذي عينه ابن الزبير كان يجب عليهم القضاء عليه وعلى رئيس شرطته إياس بن مضارب الذي تحرش بإبراهيم وصحبه قبل ليلة واحدة من الموعد المتفق عليه فكانت النتيجة مقتله على يد ابن الأشتر ودخل المختار الثقافي إلى قصر الإمارة معلنا أنه سيسير بهدى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحتلين والدفع عن الضعفاء وهكذا أخذ المختار الثقافي البيعة من الناس وعين العمال في أذربيجان والموصل والمدائن وحلوان أرمينيا وحاول أن يستوعب الأشراف من الشيعة وغيرهم في حركته ريث ما يرتب بيته الداخلي ويقوي سلطته بالكوفة ثم يتفرغ لتصفية الرؤوس الكبار دون أن يغفل عن الموالي وهم المسلمون من غير العرب دون أن يغفل عنهم الذين أصابهم التنكيل والحرمان فيما مضى فأنصفهم وجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم من عامة المسلمين فاكتسبهم إلى صفه بذكائه لكنه بذلك أثار حنق الأشراف الذين لم يقبلوا بالواقع الجديد ومساواتهم بالموالي كما أثار ريبة الشيعة الذين هالهم طباطء المختار الثقافي في الاقتصاص من رؤوس القتلة والمجرمين فتلاقى الأشراف في منزل شبث بن ربعي واتفقوا على القيام بوجه المختار بعد خروج ابن الأشتر إلى الموصل وفعلا ما إن خرج الأشتر من الكوفة ووصل إلى المدائن حتى أرسل المختار بطلبه لمساعدته بعد أن استطاع المختار بدهائه السياسي أن يدخلهم بمفاوضات عقيمة تؤخرهم إلى حين وصول ابن الأشتر والذي ما إن وصل حتى باغتتهم قواته وهزمتهم فتفرقوا هاربين إلى البصرة ملتحقين بمصعب ابن الزبير وبعد ذلك أعلن المختار الثقافي في الكوفة وجوارها أنه من أغلق عليه بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتال آل محمد صلى الله عليه وسلم فانتقم الناس من المشتركين بقتل الحسين عليه السلام حتى قيل أنه قتل في يوم واحدا مئتين وثمانون رجلة دون أن يصل الدور إلى رموز التخاذر والإجرام كعمر بن سعد وصحبه مما دفع محمد بن الحنفية إلى أن يقول عجبا للمختار الثقافي يزعم أنه يطلب بدمائنا وقتلة الحسين هم جلساؤه وبعد أن وصل هذا القول إلى المختار الثقافي شمر المختار عن ساعديه وقرر ملاحقة الرموز الكبار وقتلهم ورسال رؤوسهم إلى أهل البيت فبدأ بعمر بن سعد الذي كان خائفا مذعورة فأرسل لقتله أبا عمرة كيسان الذي جاءه برأسه فعظم ذلك على ابنه حفص وكان في مجلس المختار حينها فقال لا خير في العيش بعدك فقتله ووضع رأسه إلى جانب رأس أبيه ثم جاء الدور على قتل محمد بن الأشعث فأرسل المختار الثقافي بطلبه والبحث عنه ففر محمد لاجئا إلى مصعب بن الزبير فقام المختار وهدم داره وبنى فيها دار حجر بن عدي وذلك لأن زياد بن أبيه كان قد هدم دار حجر بن عدي عندما كان واليا على الكوفة وظل المختار الثقافي يلاحق محمد بن الأشعث حتى ظفر به وقتله أما خولي بن يزيد الأصبحي الذي شارك الشمر في حز رأس الإمام الحسين فقد تمت تصفيته وإحراقه وكذلك كان حال مرة بن موقذ قاتل علي الأكبر وبذلك بقي الشمر بن ذي الجوشا وعبيد الله بن زياد فالأول لجأ بعد هزيمة الأشراف إلى قرية قرب البصرة فأرسل المختار بفرقة أتته برأسه وأما الثاني الذي ارتبط اسمه واسم أبيه بويلات العراق وفضائعه بدءا من محنة حجر بن عدي مرورا بمأساة كربلاء وما رافقها من قتل وسبه ووصولا إلى ملحمة التوابين حيث كان لهذا البيت دور الريادة في هذا المسلسل الإجرامي كله فقد كانت نهاية ابن زياد على يدي إبراهيم بن مالك الأشتر الذي لاقاه بجيشه على ضفاف نهر الخزر بين الموصل وأربيل حيث دارت معركة بين ابن زياد وبين المختار الثقافي وكانت فرقة المختار يقودها ابن الأشتر ولم ينجل الغبار حتى قتل ابن زياد وكبار مساعديه أما جنود ابن زياد فمن لم يقتل بالسيف قتل غرقا في النهر وكان ممن غرق في النهر أكثر ممن قتل في المعركة وبذلك اكتملت البهجة بالانتقام من قاتلي الحسين عليه السلام ويذكر في نيساء آل الحسين أن إحداهن قالت ما تحنأت امرأة منا ولا اكتحلت بكحلا ولم تشطط حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد أما ابن الأشتر فقد بقي في الموصل لتوطيد السلطة هناك مما أفقد المختار الثقافي في الكوفة حليفا قويا يعول عليه وربما حدثت خلافات بين الأشتر والمختار المهم أن مصعب بن الزبير استغل الوضع وهاجم المختار الثقافي بجيش عرم رم لكن جيش ابن الزبير هزم في هذه المعركة وبعد اشتداد الضغط على المختار وتأخر وصول العون من ابن الأشتر عاد المختار وتحصن في قصره مدة أربعين يوما ثم خرج مع أصحابه لقتال أصحاب ابن الزبير خرجوا وقاتلوا قتالا عنيفا لم يقاتلوه من قبل إلى أن سقط المختار الثقافي في تلك المعركة مضرجا بدمائه وبعد أن قتل المختار الثقافي يروى أن ابن الزبير قال لابن عباس ألم يصلك نبأ مقتل الكذاب؟ فقال ابن عباس ومن الكذاب؟ قال ابن أبي عبيدة المختار الثقافي فقال ابن عباس لقد بلغني قتل المختار فقال ابن الزبير كأنك أنكرت تسميته بالكذاب فقال ابن عباس ذلك رجل قتل قتلانا وطلب بثأرنا وشفى غليل صدورنا وليس جزاؤه الشتم والشماتة وقد شكلت شخصية المختار في التاريخ موضوعا اختلف في وصفه بين كونه شيعيا مخلصا لمبدأه وإمامه وبين كونه امتشق التشيع سلاحا للوصول إلى الحكم والملك وبين كونه الكذاب الأشر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير أما المبير فهو الحجاج الثقافي وأما الكذاب فكانوا يرونه بأنه المختار ترجمة نانسي قنقر